تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي حزمة مهلية للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور بداية من أبريل المقبلة مدبولي يعلن العمل على ضمان توفر السلع لتحقيق انضباط السوق ويحدد سعر بيع الخبز الحرة وروسيا تحتق على تصريحات الرئيس الأمريكي ضد بوتين وتقول ان العلاقات مع واشنطن قد وصلت لحافة القطيعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الربيع بتوقيت جرينتش نصرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنت الحكومة تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخصيص حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور اعتبارا من شهر أبريل المقبل كما أعلنت الحكومة تخصيص 190.5 مليار جنيه لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% من أول إبريل وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه لتخفيف عن المواطنين كما أعلنت الحكومة زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريا اعتبارا من الشهر المقبل ومنح غير المخاطبين بالخدمة المدنية على وخاصة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهريا اعتبارا من الشهر المقبل ترجمة نانسي قنقر ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الثاني لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية وذلك بحضور عدد من الوزراء ومسؤول جهات المعنية وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على ضمان توفر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة وذلك في إطار مساندة الدولة للمواطنين لمواجهة تدعية الأزمة الحالية هذا وقد أكد رئيس الوزراء أن هناك متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية ووجود أرصد منها لافتا إلى ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم في تحقيق انضباط السوق كما طلب مدبولي أيضا الوزراء المعنيين بضرورة وضع تصور لتوفير احتياطي من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالي وذلك بهدف العمل على استمرار الحفاظ على المعدلات الخاصة بالاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازم لتأمينها أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتحديد سعر بيع الخبز الحرة بما يشمل الخبز المميز والخبز الفينو مع الزام جميع المتاجر والأفران السياحية وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار البيع على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر ونص القرار في مادته الأولى على أن يكون بيع الخبز المميز بسعر خمسين قرشا لرغيف زينة خمسة واربعين كيلو جراما وخمسة وسبعين قرشا لرغيف زينة خمسة وستين جراما وجنيه واحد لرغيف زينة تسعين جراما وأحد عشر جنيه ونصف لكيلو الخبز المعبأ كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو بسعر خمسين قرشا لرغيف زينة أربعين جراما وخمسة وسبعين قرشا للرغيف زينة ثتين جراما وجنيه واحد للرغيف زينة ثمانين جراما فيما نصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا القرار بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيها ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيها تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي هذا وقد تمكنت وزارة الداخلية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية من ضبط مائة وتسع قضايا تموينية بمضبطات أكثر من سبعمائة وأربعة طن مواد غذائية وغير غذائية وضبط أكثر من مائة وخمسة طن من السلع الغذائية دقيق وزيت طعام وسكر وأرز ومكارونا وذلك في مجال حجب السلع الاستراتيجية وفي مجال الاستلاء أيضا على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من أربعة وعشرين طن دقيق مدعم كما تم أيضا ضبط أكثر من مائتين وسبعين طن في مجال الباع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية بالإضافة إلى الضبط 13 طن أسمنت و20 طن حديد تسليح في مجال حجب مواد البناء وضبط أكثر من مائتين وأربعة طن أسمنت وأكثر من 66 طن حديد تسليح في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء أهلا بكم مجددة مشاهدين الكرام في نشرة أخبار الساعة السادسة أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر أولت اهتماما خاصا بقضية تغير مناخة وضعت خلاله التكيف مع التغيرات كأولوية رئيسية وخلال كلمتها أمام الجامعية الرابعة والأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي أكد رئيس مجلس النواب أن الدولة المصرية انتهجت خطا شاملا في جهود مواجهة تلك الظاهرة وذلك من خلال مراجعة تشريعات والقوانين الخاصة بالبيئة ووضع سياسات الكفيلة لمواجهة التغيرات المناخية عبر رؤية وطنية شاملة على رأسها تحول إلى الاقتصاد الأخدر قد أولت الدولة المصرية اهتماما خاصا بقضية تغير المناخ وضعت خلاله التكيف مع التغيرات المناخية كأولوية رئيسية وهو ما جعل الخطاب المصري تجاه تلك الظاهرة في مختلف المحافل العالمية يرتكز بالأساس على المسئولية المشتركة لدول العالم في إنقاذ كوكب الأرض وفي هذا الإطار انتهجت الدولة المصرية خطا شاملا تمضي فيه مجهوداتها الوطنية في مواجهة تلك الظاهرة إلى جانب الانخراط الإيجابي والمكثف في كافة الأنشطة العالمية لمواجهة تلك الظاهرة فعلى الصعيد الوطني عمدت الدولة المصرية إلى مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالبيئ ووضع السياسات الكفيلة بمجابهة التغيرات المناخية عبر رؤية وطنية شاملة استهدفت وضع قضية التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مقدمة الأولويات المصرية في إطار الاستراتيجية التنموية المصرية عشرين ثلاثين كما أطلقت مصر على هامش مشاركتها في أعمال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسجو الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ عشرين خمسين هنأت السيدة انتصار السيسي جميع الأمهات بمناسبة عيد الأم وقالت السيدة انتصار السيسي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي قالت إنه برغم كل التحديات تظل الأم المصرية نموذجا يحتذى به كبطلة وكشخصية محاربة من أجل أسرتها وأوجهت السيدة انتصار السيسي تحية فخر وتقدير إلى كل أم باعتبارها المعلم الأول للأخلاق والمبادئ والمثل الأعلى أيضا ومنارة الحب والحنان فازت السيدة وحيدة دايداموني من محافظة الشرقية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية لعام 2022 واستحقت السيدة وحيدة لقب الأم المثالية هذا العام بعد تضحيات وكفاح في تربية أبنائها الثلاثة بعد وفاة زوجها منذ نحو 19 عاما قصة كفاحي بدأت في مكتبل العمر وأنا لسا صغيرة في التعليم بعد وفاة والدي ووالدتي وطركت لي خمس إخوة وحتى لتحقوا بكليات منهم طبي بطري ومنهم أخت شغالة في الصحة وأخت مجلسير ودكتوراه في القانون وأخت لم تعمل وأخت حاصلة على كلية تربية ومنع عليها بعطاء آخر ومسئلية أخرى اللي زوج توفى بعد زواجي بفترة وجيزة بعد ست سنوات وترك ليها ثلاث أبناء التقى وزير الخارجية سامح شكري في العاصمة الباكستانية إسلام أباد مع وزيرة الدولة الباكستانية لتغير المناخ زارتاج جل وذلك خلال آخر محطات جولته الأسيوية الحالية هذا وقد تبادر الجانبان خلال لقاء الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بتغير المناخ التي تمثل أولوية للبلدين ومنها التكيف مع تغير المناخ وتدعياته السلبية وأيضا توفير تمويل المناخ للدول النامية فضلا عن جهود خفض الإنبعاتات وتعزيز الدول الإسهاماتية المحددة وطنيا كما بحث أيضا الجانبان سبل تعزيز التنصيق بين مصر وباكستان في مجال تغير المناخ خلال الفترة القادمة أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن لبنان قادر على استعادة قواه ودوره الفاعل في الجامعة والوطن العربي بشكل عام جاء ذلك خلال لقائه البطريارك المارونية مار بشارة بوتروس الراعي بحضور السفير اللبناني بالقاهرة وشاهد اللقاء تباحة حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع اللبناني نحن كمان هيك من ريد كلبنانيين ما من ريد أبداً لبنان يكون عالي على حدا نريد لبنان يكون فعلاً بلد يعضد يساعد يلعب دور يقدر يسالته بكل حال اليوم لبنان مارق بثعوبة مارق بمرضة أنا بسميه منلتشق للأصدقاء هذه الزيارة دخلت بهذا الإطار بكل مضامينه وهذه مناسبة حتى نحن نعبر عن محبتنا لمعلي لمعوني للجامعة العربية ككل هالبيت هاللي نحن نعتبره بيتنا لأنه فيه منحس أنه منعيش جمال العائلة العربية هاللي اللبنان هو من قلبه ومن صميمة مشاهدينك كرام وحول أقرارات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة اليوم وأصدرها مجلس الوزراء ينضم إلينا الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي أهلا بك دكتور أهلا وسهلا بمساء الخير مساء النور إذن يعني ما هو إنعكاس هذه القرارات الهامة هذه الحزمة من القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم على المواطن المصري هو طبعا لتدعيات الأزمة العالمية اللي احنا بنشوفها الآن وطبعا كان على خلفيتها التأثيرات من مؤشرات التدخم العالمية الكبيرة اللي احنا شفناها خلال الشهور الماضية وطبعا كان يسبقها كمان جائحة كورونا فالتدعيات دي كان لها أثار كبيرة جدا على ارتفاع مستويات الأسعار في العالم النهاردة في حزمة كبيرة بتقوم بيها الحكومة لمواجهة هذه التدعيات الحزمة المالية دي بتقدر ب130 مليار جنيه لتخفيف الأعباء والأثار على كل المواطنين اللي احنا بنشوفه الدولة استبقت يعني بنقول بعض من الوقت ولهذه القرارات بمزيد من المعارض في السوق لتخفيف مستويات الأسعار لمواجهة الارتفاع الكبير سواء الارتفاع ده مبرر أو غير مبرر والعدم استغلال بعض من التجار للمواطنين فبدأت الدولة في عرض مزيد من السلع الاستراتيجية والسلع الثامنية والخضروات واللحوم بأفعار مخفضة خاصة نحن في فترة ببسنى فطلة الموسم اللي هو بحلول شهر رمضان دائما ما بتكون فيه مستويات الأفعار متغيرة الدولة النهاردة وطعت حزبة كبيرة طبعا سبقها الصبح السيد محافظ البنك المركزي أو ما بيسمى بالسياسة النقدية برفع مستوى الفايدة 1% وطبعا طرح شهادات فيه داخل البنوك الحكومية بسعر مميز 18% تم طبعا تخفيض قيمة الجنيه تقريبا بيقدر ب10% لمواجهة التدعيات دي وطبعا الأمور دي كلها طبيعية وفق آليات السوق يعني فيه القياس ده يا فندم وفق آليات السوق ولكن الكمال أكملها السيد دكتور مصطفى مدبولي النهاردة ووضع حزمة جديدة كمان تساند الناس فيه مزيد من الحافظ للمخاطبين بالخدمة المدنية والغير المخاطبين بالخدمة المدنية تخفيض 190 مليار تقريبا لزيادة صار في المعاشات جنيه طبعا بعض الأعفاءات الضريبية لمستوات الدخل شفنا فيه تحديد للدولار الجمركي ب16 جنيه ده عشان تثبيت الأفعار فأعتقد دي المواجهة فندم لطرحتها الحكومة والبنك المركزي لمواجهة التدعيات العالمية نعم طيب في هذا الإطار هل من المرتقب أن تكون هناك انعكاسات لهذه الحالة الاقتصادية العالمية والتي توجد في مصر بدورها كإحدى بلدان في العالم أن يكون لهذا انعكاس أيضا على ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة وخاصة أن هناك تساؤلات كثيرة من المواطنين بهذا الخصوص خلينا نقول فندم أن أليات السوء للأسف بيبقى فيها متخلات من الخارج يعني التضخم ده أغلبيته أكيد حضراتكم تعلموا جيدا أنه بتدخل فيه مثلا سعر برميل البترول وأنا بكلم حضرتك النهاردة برميل البترول في الوقت الرهن تقريبا بـ 115 دولار فده أكتر من قدرة المالية للدولة المصرية الوضعاء في الموازنة عندنا ارتفاع في أسعار الغاز عندنا ارتفاع في الشحن والنقل العالمية ده تأثيرات وانعكسات الحرب اللي أينما بين روسيا وأوكرانيا الناس فكاها أنها بعيدة عننا لا ده بتطال يعني نود هنا أن نشرح هذه النقطة دكتور مصطفى أيضا علاقة الحرب الدائرة في روسيا وأوكرانيا بما يحدث في العالم أجمع وفي مصر بشكل أيضا خاص كأحدى الدول التي توجد لها تعاملات اقتصادية وتجارة أيضا بينها وبين روسيا وأوكرانيا يعني هذه الجزئية أيضا نود أن نوضحها للسيدات والسادة المشاهدين بكل تأكيد دولتين كبار خلينا معلش أبسط كلامي دولتين كبار في صراع في حرب دولتين دول من أكبر المنتجين للمحاصيل الزراعية وأيضا من هما من لديهم ثروات كبيرة كمان هما من منتجين الطاقة استغلوا الحروب دي العالم أو اللي هما المستوردين أو المصدرين العالميين لارتفاع مستويات الأسعار نظرا لتراضع الانتجية من الدول دي نظرا لارتفاع مستويات الأسعار من الدول اللي هي فيها حروب خلاف ذلك يا فاندن كمان الدول المجورة لها اللي هو الاتحاد الأوروبي متأثر تأثير كبير جدا بالحرب دي بيقدر أن هو يرفع مستويات الأسعار ودايما أكيد كلنا نعلم جيدا أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة دول بيتطبقوا مع بعض السياسة دي كلما تطرعت والبنادق يعني زي ما بيقول اطلقت لاتأثيرات اقتصادية التدعات الاقتصادية دي النهاردة يا فاندن كل بالدولة بتحقق مصالحها مصر بتدور على مصلحتها فأعذرت بعض من القرارات حتى من وزارة التجارة والتموين بعدم تظهير بعض السلع لمدة ثلاث شهور حفاظا على قوت الشعب النهاردة الدولة دي ما ممكن تتقدر وتقول لك خلي الأسعار احنا مش في سوق حر سيد الرئيس بيرعى جيدا ان يكون السلع الاستراتيجية والسلع التموينية متوفرة متوفرة في السوق المصرية والمواطن المصري أولى بها من ان احنا نصدرها ونصر عملة صعبة وايضا ده كمان ان النهاردة بنزيد الحزمة التموينية او في حزمة تموينية ولكن لا ننكر ان في بعض من الاستغلال ايوى علشان كده الحكومة فاندل بتوجه دايما ان يكون في رقابة حاسمة سوف تضرب يعني بيد من حديد على التجار الذين يقومون بذلك او يخالفون القواعد الموضوع شكرا جزيلا لك الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي كنت معنا في نشرة السلسة استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار شرم الشيخ الدولي شيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد ابو ضبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة لدولة الامارات العربية الشقيقة الذي يحل ضيفا عزيزا على مصر جاء ذلك حسب ما صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية وإلى ملف الصراع والحرب الروسية الاوكرانية حيث استدعت روسيا السفير الامريكي لدى موسكو لاحتجاج على تصريحات الرئيس الامريكي جو بايدن والتي وصف فيها ناظره الروسي بلاديمير بوتين بأنه مجرم حرب وذلك بسبب هجومه على اوكرانيا وقالت وزارة الخارجية الروسية إن هذا النوع من التصريحات الصادر عن رئيس امريكي جعل العلاقات الروسية الامريكية على حافة القطيع أعلن مستشار الرئاسة الاوكرانية أن المفاوضات مع الوفد الروسي سوف تتواصل اليوم وقال بودولياك إن هناك عملا مكتفا للغاية لتواصل إلى نتائج مثمرة في تلك المحادثات يذكر أن روسيا وأوكرانيا تواصلان المفاوضات حول تسوية الوضع والتي أتمرت عن اتفاق لفتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال رفضت أوكرانيا مطالب روسيا بالسسلام مدينة ماريوبول وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فرشتوك إن تخالي أوكرانيا عن مدينة ماريوبول وإلقاء السلاح أمر غير روارد يأتي ذلك بعد أن دعت روسيا القوات الأوكرانية إلى إلقاء السلاح في المدينة الساحلية المحاصرة وقال مدير المركز الوطني روسي لإدارة الدفاع ميخايل ميزينتساف فإن كل من يلقون أسلحتهم تضمن لهم موسكو ممرا آمنا إلى خارج ماريوبول حاملين همومة وأوجاع اللجوء قبل حمل أمتعتهم وأغراضهم التي استطاعوا حملها يتجه سكان مدينة ماريوبول إلى أماكن آمنة بعد رفض أوكرانيا الإنظار الروسي للاستسلام المدينة المحاصرة في غضون ذلك صارت المدينة كمدينة الأشباح بعد تضرر أكثر من 80% من البنية التحتية للمدينة منذ بدء العملية العسكرية في الرابع والعشرين من فبراير وكانت وزارة الدفاع الروسية دعت أوكرانيا إلى إلقاء أسلحتها وطالبت برد مكتوب على إنذارها من أجل حماية السكان والبنية التحتية لمدينة ماريوبول ومع تواصل حرب الشوارع واصل مدينة الاستراتيجية الواقعة جنوبي أوكرانيا باتت جثث القتلى تملأ شوارع المدينة إلى ذلك أفاد مسؤولون روس على المقتل نائب قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود أندريه بالي في معارك مع القوات الأوكرانية قرب ماريوبول وتعتبر مدينة ماريوبول هدفا رئيسيا في الحرب فهي تؤمن تواصلا بين القوات الروسية في شبه جزيرة القرم في الجنوب الغربي والأراضي التي تسيطر عليها روسيا في الشمال والشرق أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل 15 ألف جندي روسي وتدمير حوالي 500 دبابة و100 طائرة و240 من الأنظمة المدفعية منذ بداية الحرب وحتى اليوم قالت هيئة الأركان العامة لقوات المسلحة الأوكرانية في منشور عبر موقع التواصل الإجتماعي في فيسبوك قالت إن إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للقوات الروسية قد بلغ 15 ألف شخص و498 دبابة و1535 مركبة قتالية مدرعة و240 من الأنظمة المدفعية وأوضحت تهيئة الأركان العامة أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات نظرا لصعوبة حسابها بدقة بسبب كثافة العالية الأعمال القتالية قالت المخبرات العسكرية البريطانية إن تقادم القوات الروسية باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف من ناحية الشمال الشرقي توقف ولا يزال الجزء الأكبر منها على بعد أكثر من 25 كيلو مترا من وسط المدينة وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القتال العنيف مستمر شمالي كييف مشيرة إلى أن المقاومة الأوكرانية أوقفت أقوات الروسية التي تتقدم من اتجاه هاستمل إلى الشمال الغربي أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن روسيا ستواجه ردا قويا من الولايات المتحدة والمجتمع الدولية حال استخدام أسلحة ضمار شامل في أوكرانيا وأوضح أوستن أن استخدام روسيا لأسلحة أشد تدميرا في أوكرانيا يدل على أن الرئيس الروسي بلاديمير بوتين يحاول إعطاء بعض الزخم لقواته توقع وزير الدفاع الأمريكي أن تستمر القوات الروسية في استهداف البلدات والمدن بسبب صعوبة العمليات العسكرية دعا وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا الصين إلى لعب دور في جهود حل الأزمة بين كييف وموسكو وقال كوليبا إن بلاده تشارك بيكين في موقفها بشأن الحاجة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في أوكرانيا دعا نصينا للعب دور مهم في هذا القهد ونحن هناك الكثير من الأشخاص عندما روسياني سيساعدت روسياني 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 ترجمة نانسي قنقر قال الكراملن أن أوروبا سوف تتعرض لضربة شديدة في حالة فرض حضر على النفط الروسي وأوضح المتحدث باسم الكراملن دماتري بيسكوفا خلال مؤتمر صحفي أن فرض أي حضر نفطي موضوع معقد للغاية مشيرا إلى أن القرار سيدور بتوازن الطاقة في القارة لكنه لن يؤثر على الولايات المتحدة ويضغط بعض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل فرض حضر على النفط وذلك في إطار تصعيد العقوبات على موسكو وذلك بعد غزوها أوكرانيا دعا الرئيس الأوكراني فلوديمار زيلنسكي قادة أوروبا لوقف التجارة مع روسيا من أجل الضغط على موسكو لوقف الهجوم على أوكرانيا وفي خطاب وجهه عبر مقطع فيديو حتى زيلنسكي قادة الدول الأوروبية على وقف ما وصفها برعاية أسلحة الحرب كما دعا الأوروبيين إلى غلق الموانئ أمام تجارة روسيا وعدم استراد البضائع من روسيا يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعات في بروكس لبحث تطورات الوضع في أوكرانيا قال مسؤول الاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد تدرس فرض حضر على النفط الروسي بسبب الهجوم على أوكرانيا هذا وستجري حكومات الاتحاد الأوروبي المناقشات قبل وصول بايدن إلى بروكس لعقد اجتماعات قمة مع 30 من الحلفاء الأعضاء في حلف شمال الأطلنطية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبعة بما في ذلك اليابان أعلنت نيوزيلندا تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بأكثر من 3 ملايين دولار في شكل أموال ومساعدات عسكرية غير فتاكة وأوضحت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن إن الأموال ستواجه بشكل أساسي إلى صندوق ائتمان لحلف شمال الأطلسية لتوفير الوقود ومعدات للإصعافات الأولية لدعم أوكرانيا وأضافت أردرن خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم توفير معدات تكتيكية مثل الدروع الواقية للجسد والخوزات والسطرات وبذلك يصل إجمالي المساعدات النيوزيلندية لأوكرانيا إلى 11 مليون دولار نيوزيلندي على سعيد آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية استخدام صواريخ كينجال فرط صوتية لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض في غرب أوكرانيا تعد هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا النوع من الصواريخ بعد الكشف عنه في مارس من عام 2018 ترجمة نانسي قنقر تسببت الأزمة الأوكرانية في تداعيات اقتصادية كبيرة على اقتصاد البلدين حيث فقدت العملة الروسية الروبل نحو 40% من قيمتها كما امتدت التداعيات الاقتصادية لأوكرانيا التي علقت التداول على العملات وأقرت برنامجا للمساعدات الطارئة من صندوق النقد الدولي منذ انطلاق الرصاصة الأولى خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لحقت أضرار بالغة باقتصاد البلدين الذين اتبعت السلطات فيهما تكتكات مختلفة لدعم العملة الوطنية المترجعة وقد حققت تلك المقاربات نجحات متفاوتة قبل بدء العملية العسكرية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي كان سعر صرف الروبل الروسي نحو 80 مقابل الدولار لكنه فقد 40% من قيمته في الأيام التي تلت العملية متراجعا إلى مستوى غير مسبوق بلغ 150 روبل للدولار الواحد إلا أن العملة الوطنية الروسية عادت وعوضت بعضا من خسائرها لتسجل نحو 105 روبلات للدولار الواحد مستفيدة على ما يبدو من المحادثات الجارية بين موسكو وكييف لوضع حد للنزاع على الجانب الآخر وفي أوكرينيا حيث تفرد السلطات الأحكام العرفية كما علق المصرف المركزي كل عمليات التداول بالعملات وحدد سعرا للصرف عند 29 هيرفينيا للدولار الواحد كذلك حضر المركزي الأوكراني عمليات السحب بالعملات الأجنبية وغالبية عمليات الدفع عبر الحدود كما وافق صندوق النقد الدولي على برنامج للمساعدات الطارئة لأوكرينيا بقيمة مليار وأربعمائة مليون دولار تلك الضربة لاقتصادية لم تتلقاها روسيا وأوكرينيا فحسب بل امتدت تأثيراتها إلى الاقتصاد العالمي مع تفاقم أزمة الطاقة وتوسع أزمة الغذاء وانهيار سلاسل الإمداد ودخول العالم في موجة جديدة من التضخم مشاهدين الكرام السادسة مستمرة معكم وتتابعون فيه الصين تعلن التجديد إجراءات الإغراجلين ومنتجع ديزني بعد طفرة بإصابات كورونا سجلت فرنسا ما يقرب من 90 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا في المتوسط خلال الأيام السبعة الماضية ما يمثل زيادة بنسبة 36% عن الأسبوع السابق عندما رفعت الحكومة معظم إجراءات البروتوكول الصحي لكورونا ويشير رفع القيود إلى أنه لم يعد لزاما ووضع كمامات في الأماكن المغلقة باستثناء وسائل النقر العام والمستشفات والمرافق الطبية الأخرى كما رفعت أيضا فرنسا شرط تقديم ما يفيد بالحصول على اللقاح في أماكن مثل الحنات ودور السينما موسيقى 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 المترجم للقناة تعتزم هونغ كونغ تخفيف بعض إجراءات مكافحة بيروس كورونا شهر المقبل وقالت رئيسة التنفيذية كاري لام أنه سوف يتم رفع حظر الطيران اعتبارا من الأول من شهر أبريل المقبل في حين قد يتم خفض فترة الحجر الصحي في الفنادق وذلك للوافدين من 14 يوما إلى 7 أيام إذا ما جاءت نتائج الاختبار سلبية وشيرة إلى أن المدارس سوف تستأنف الدراسة المباشرة اعتبارا من التاسع عشر من شهر أبريل بينما سوف تفتح الأماكن العامة بما في ذلك المرافق الرياضية أيضا ابتداء من الحادي ولا شين من شهر أبريل أعلنت الصين أنها ستشدد إجراءات الإغلاق العام بمدينة جيلين شمال شرق البلاد بعد طفرة بإصابات فيروس كورونا هذا وقد أوضح مسؤولنا بالمدينة أنه سوف يتم فرض إغلاق عام بالمدينة البالغ عدد سكانها أربعة ونصف مليون نسمة وقد تمكنت الصين التي رصدت فيها أول حالة إصابة بالفيروس في نهاية عام 2019 تمكنت من احتواء الجائحة بشكل كبير من خلال اعتماد تدابير احتواء صارمة منذ مطلع العام 2020 ولكن أدى انتشار المتحور أومايكرون إلى ظهور عدة بؤر أخرى وبائية في جميع أنحاء البلاد هذا وقد أغلقت السلطات الصينية منتجة عدزني حتى إشعار آخر مع تسجيل شنغهاي مركز الصين المالي ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة اليومية المحلية بكورونا وقد أظهرت بيانات رسمية أن شنغهاي التي كانت حتى الأسبوع الأخيرة غير متأثرة نسبيا بفيروس كورونا قد سجلت 24 إصابة جديدة انتقلت إليها العدوى محليا وعلى الرغم من أن عدد الإصابات ضئيل وفقا للمعايير العالمية اتبعت شنغهاي سريعا السياسات الصينية وأغلقت المدارس وأجرت أيضا اختبرات في مجمعات السكنية في محاولة للحد من انتشار الفيروس نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لعدد من طلبة كلية الحقوق جامعة حلوان إلى جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وذلك لتعرفهم بمهام الجمعية والخدمات التي تقدمها لأبنائها من المحاربين القدماء ومصاب العمليات الحربية وأسر الشهداء بدأت الزيارة باستعراض مهام جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب لكيفية رعاية أعضائها وتقديم الدعم اللازم لهم بالإضافة إلى إبراز جهود القيادة العامة للقوات المسلحة في الدعم الدائم والمستمر للجمعية مما يسهم في تحقيق الدعم الكامل لأسر الشهداء ومصاب العمليات الحربية أطلقت مؤسسة شباب القادة أول وأكبر مسابقة للأنشطة الطلابية في مصر والتي تستمر فعليتها على مدار يوم وغدا وتعد مؤسسة شباب القادة مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة أيضا للربحة تعمل على البحث عن قادة من الشباب لتنمية مهارتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة على قيادة المجتمعية والسياسية والإدارية من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب وتعمل مؤسسة من خلال برامج رئيسية هي برنامج القادة لدعم طلاب الجامعات المصرية أصحاب المهارات القيادية ومنصة الأنشطة الطلابية لدعم الأنشطة الطلابية وأنشطتهم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني فمؤسسة شباب القادة الأهمية الكبرى التي تعملها أن يتجمع أكبر عدد من شباب الجامعات عشان يتنفسوا في 6 قطاعات عندنا أنشطة طلابية محترمة الشباب يشتغل فيها زي قطاع مهم اسمه قطاع التصنيع والإنتاج فهنشوف شباب مبتكر بيعمل صناعات بمختلف أنواحها هنشوف شباب إزاي بيقدر يعمل ويشتغل في ملف البيئي ونشوف شباب إزاي بيقدر يشتغل في ملف منازج المحكاة شايفين شباب بيشتغل في الملف البيئي شباب كمان تاني بيشتغل في ملف التضامن الاجتماعي أنا بحكم أن أنا كنت في لجنة التحكيم الخاصة بالمجال التصنيع الحقيقة احتكيت بأفكار كتيرة ومشروعات الشباب تقدموا بيها ألاف الشباب عادنا معهم شفنا مشروعاتهم فيما يخص النشاط التصنيع وشفت الحقيقة مجموعة من الأفكار المبتكرة والمبدعة اللي أم بيها الشباب المصري بكل إيجابية وبكل فعالية وأفكار جديدة وأفكار محترمة لو قدرنا فعلا أن احنا ننفذها معانا أكتر من 500 نشاط طلابي على المستوى الجمهورية من اسكندريا الأسوان جماعات حكومة وجماعات خاصة وجماعات أهلية كل نشاط طلابي عندنا ست مجالات لأنشاط طلابية بتتنافس فيهم فكل واحد يبتدي يشتغل على المحور اللي هو شغال فيه المجالات اللي احنا نشتغل فيها الطب والصحة العامة التكنولوجيا والابتكار التصنيع مجال التنمية البشرية المجال البيئي ومجال نماذج المحاكاة الجروب اسمه روبو كلاب احنا بنعمل ان احنا عندنا عايزين نعلم الطلاب تلات حاجات عندنا عايزين نعلمهم صوفت سكيلز انتربرنيرشيب والتكنيكال سكيلز اللي ممكن تبقى متواجدة مع طلاب ميكاترونيكس وكهربا وطلاب كومبيتر ساينس دول اكتر ناس شغالين عليهم حاليا عشان نعمل زي نأهلهم ان هم يقدروا يعملوا ستارتاب بروجيكت لما يكبروا تشهد معارض اهلا رمضان المقامة داخل المجمعات الاستهلاكية اقبالا متزايدا من المواطنين مع اقتراب الشهر الفضيلة ويمكن للمواطن الحصول على احتياجاته التي تضخ يوميا بالمجمعات الاستهلاكية بتقفضات تتراوح ما بين 20 و 30% من خلال ما يزيد عن 1300 مجمع استهلاكي حكومي على مستوى محافظات الجمهورية يمكن للمواطن الحصول على احتياجاته التي تضخ يوميا بزيادة تصل الى 50% وبتقفضات تتراوح ما بين 20 الى 30% وذلك بتوجيهات رئاسية كان التعليمات ان احنا لازم نخفض اسعارنا وبالفعل مخفضنا حد 25 او 30% عن اسعار السوق المقارن تم دخل كميات السلعة من خلال 1300 منفذ التابعين لشركات الشنق القبضة اقبال متزايد من المواطنين مع اقتراب الشهر الفضيل على شراء المنتجات الغذائية واللحوم فضلا عن المستلزمات الرمضانية وذلك من خلال معارض اهلا رمضان المقامة داخل المجمعات الاستيلاكية بنقدم جميع سلعة رمضان الشركة العامة عاملة تخفضات تتجاوز 25% من جميع السلعة الغذائية عندنا كالتين رمضان باسعار مخفضة عندنا جميع انواع اليميش بتاع رمضان عندنا جميع انواع الزيوت عندنا الماكرونة عندنا الدقيق بكمية تزيد بتخفيض تزيد عن 25% من السلعة الرمضانية ما فيش حاجة مش موجودة والاسعار طبعا غير الاول بكتير والله اللحوم هنا اللي بتعرضها للوزارة اللحوم مناسبة وسعرها مناسب وبيعرضوها بسعر كويس جدا فيما توفر المنافذ شنط وكراتين رمضانية تبدأ من 52 جنيها وكبونات بفئات اولها 20 جنيه حتى 200 جنيه تحركات حكومية مستمرة لتوفير السلع للمواطنين تكفي احتياجاتهم مع الاقبال المتزايد هذه الايام بحلول شهر رمضان الكريم وضبط للأسواق لمنع احتكار اي سلع سالي سالم التلفزيون المصري استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ الشيخ محمد بن زيد النهيان ولي عهد ابو الضبي نائب القائد الاعلى قوات المسلحة حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين هذا وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الرئيس رحب ولي عهد ابو الضبي في بلده الثاني مصر مؤكدا على اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص مصر على استمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الامارات في مختلف المجالات وتكثيف وطيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين تجاه تطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة من جانبه اعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال من الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيدا بما تتسم به العلاقات المصرية الاماراتية من اخوة صادقة ووثيقة ومؤكدا ايضا ان زيارته الحالية لمصر تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين حكومة وشعبا وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد ودعما ايضا لأواصل التعاون التنائي على جميع الاصعدة كما اشد ايضا ولي عهد ابو ظبي في هذا الاطار بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة اساسية للامن والاستقرار في المنطقة وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات مثمنا التطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الاماراتية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها ومؤكدا ايضا على الحرص المشترك للمضي قدوا نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات كما شهد ايضا اللقاء التباحث حول اطر وافاق التعاون المشترك بين مصر والامارات حيث تم الاعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق قائم بين الدولتين مع تأكيد اهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بالاستغلال الامثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما كما تنولت ايضا المباحثات عددا من ابرز الملفات المطروحة على الساحتين الاقليمية والدولية حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا بين الجانبين ازاء سبل التعامل مع تلك الملفات هذا وقد تم التوافق في هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري الاماراتي لتطوير منظومة العمل العربي المشترك بما يساعد على حماية الامن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية على التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات ايضا المتزايدة للامن الاقليمي حيث اشدد الرئيس السيسي في هذا الاطار على التزام مصر بموقفها التابت تجاه امن الخليج ورفض اية ممارسات تسعى الى زعزعة استقرارها افتتح محافظ مطروح خالد شعيب معرض اهلا رمضان الثاني امام ديوان عام المحافظة وذلك استمرارا لفتح مزيد من المعارض لتوفير السلع الغدائية والاساسية باسعار مخفضة لتخفيف عن المواطنين استعدادا لحلول شهر الكريم وتفقد محافظ مطروح المواد الغدائية ومتابعة توفير السلع الرمضانية وتأكد من جودتها واسعارها المخفضة مقارنة بمثيلتها في الاسواق وذلك ضمن 22 معرضا لبيع السلع الغدائية المخفضة في رمضان على مستوى المحافظة واشدد محافظ مطروح على ضرورة توافر كافة السلع واللحم الطازجة بجودة عالية وباسعار مخفضة مشيرا إلى أنه سيتابع وعمل المعرض والمعرض الأخرى الجاري تجهيزها نحن نفتح للمعرض رقم 2 في مدينة مدينة مطروح بعد نفتح للمعرض الأول في جواسه ليبيا للمعرض رقم 2 اللي كنا وعدنا به أنه هو أمام ديوان عام المحافظة الحمد لله نشايف عدد البشاكين والعارضين عدد كبير جدا في منافسة جميلة في السعر وكل الأسعاد داخل هذا السوق قدمناها واستمعنا للمستهلكين أسعاد الحمد لله مناسبة وتقلع مسئلاتها خارج هذا السوق من 20% لـ 35% الغرفة التقريبية طبعا متابعة الأسعاد يوميا وأنا بشكر كل من ساهم في هذا المعرض ونهذا وضع صباح اليوم تفقدنا قافلة السلع الغزائية المتنقلة اللي هي معتوى المعرض المتنقل يوصل للمستهلك لحد مكان إقامته وخصوصا في القرى والتوابع اللي في السحرة نهذا تفقد هذه القافلة وأسعارها والتمنين على شهر الأسعاد الموجودة فيها افتتح منفذ أمان لوزارة الداخلية ضمن مبادرة كلنا واحد بقرية أبو عطوى بمحافظة الإسماعيلية وذلك بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى لعرض السلع الأساسية ذات الجودة العالية بأسعار مخفضة عن مثلتها بالأسواق وبنسب كبيرة تستهدف المبادرة توفير السلع بأسعار مناسبة وتحقيق توازن بالسوق المحلي ضبط الأسواق وذلك للتخفيف عن كهل المواطنين ومواجهة الغلاء والقضاء على الاحتكار نعمل افتتاح المنفذ أبو عطوى خلط أبو عطوى فيها عربين ألف نسمة تعلمات سيد وزارة الداخلية أن احنا نعمل نعرض السلع المغزائية مخفضة بسأل الجملة للمواطنين في أبو عطوى خدمة للمواطنين وبالنسبة لخدوم شعل رمضان المبارك نشكر السيد الرئيس الجمهورية وربنا يخلي لنا يا ربه على الزيادة اللي هو عملها النديات والحاجات الحالوة دي ونزلنا الزيت والرز والحاجة ربنا يخلي لنا يا رب شهد معرض أهلا رمضان بمحافظة بني السويف للسلع الغدائية والاستهلاكية أقبالا كبيرا من المواطنين الذين توفدوا عليه بعد افتتاحه وتتوافر فيه كافة احتياجات المواطنين من السلع الغدائية واللحوم التي يزداد عليها الطلب خلال شهر المبارك وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لتوفير كافة أنواع السلع وضبط الأسعار ويضم المعرض تشكيلة كبيرة ومتنوعة من كافة السلع الغدائية والاستهلاكية ومستلزمة شهر الكريم بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق المعرض حلو جدا ما شاء الله مليان بسلع وأسعارها أحسن من بره كتير خاصة البيض والسلع الغدائية زي المكارونا والزيت والحاجات دي البيض نازل عن بره بفرق شسع جدا الأسعار هنا في متناول الجميع بس أتمنى يعني أن المعرض ده ما يبقاش عشان رمضان بس أو عشان مناسبة دخل علينا يبقى على طول طول السنة نجينا معرض أهلا رمضان في بانسويف بصراحة احنا كل سنة على العادة دي لازم نيجي معرض بتاع أهلا رمضان بصراحة الأسعار ممتازة ما شاء الله شهدت معرض أهلا رمضان بمحافظة قليوبية إقبالا كبيرا من المواطنين للشراء السلع الغدائية وغيرها من المستلزمات بأسعار مخفضة تقل عن ما تلاتيها في الأسواق وذلك بمدن طوخ وشبر الخيمة وبنها وقنطر الخيرية وقليوب بالإضافة إلى تسعين مجمعا استهلاكية لتوفير جميع متطالبات المستهلكين من خلال عرض اللحوم والسلع الغدائية والرمضانية بأسعار مخفضة ومن هذه الجولة السياسية داخليا وخارجيا إلى أخبار الاقتصاد أخبار الاقتصاد لدى آيكا فوريت فضلي آيكا شكرا إيمان شكرا أميما ولأنها تحاول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير البترول طارق الملال الاطمئناني على توفر السلع البترولية محليا في ضوء موجة ارتفاع الأسعار العالمية وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بشكل دوري مدى توفر المنتجات البترولية في ظل التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية وانعكستها بزيادة الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة من جانبه أكد وزير البترول على المنتجات البترولية المختلفة متوافرة عند مستويات آمنة مشيرا إلى أن وزارة البترول تراقب عن كذب حركة الأسعار العالمية للبترول وتعمل على توفير مغزون آمن تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاتثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك خلال اجتماع بحضور وزيرة التخطيط على السعيد وعدد من المسؤولين وعشرت وزيرة التخطيط إلى أن صندوق مصر السيادي نجح في جذب وتوجيه اتثمارات أجنبية كبيرة الحجم لمصر بالشاركة مع متثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص وبقيمة اتثمارات تقدر بأكثر من ملياري دولار في المرحلة الأولى وأضفتها للسعيد أن الصفقات الاتثمارية ستسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد وترسيخ وضع مصر كأحدى الوجهات الاتثمارية الرائدة في العالم قررت لجنة السياسة النقضية للبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي رفع سعر عائد الإداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العمل العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساسة وأكد البنك المركزي أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوى الشرائية للمواطن المصرية وتحقيق معدلات نموهم مرتفعة ومستدامة وأضاف البنك المركزي أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في التحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلية وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرؤ نتيجة لعوام خارجية قالت مؤسسة جولمان ساكس أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري ستكون لها نعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري والتضفقات الاتثمارية الوافدة إلى البلاد وذكرت جولمان ساكس في مذكرة بحثية اليوما أن هذه الخطوة ستزيد من جاذبية السوق المصري أمام المثثمرين الدوليين وصناديق الاتثمار العالمية وأضفت المؤسسة الدولية أن الخطوة ستساعد على تحصن تصنيف العملة المصرية وعكس اتجاه التضفقات الخارجة للأموال من أدوات الدين المصرية لتتحول إلى شراء الجنيه المصري من جانب الصناديق الدولية تفقد وزير البترول طارق الملا مركز التحكم في الشبكة القومية للغازة الطبعية الذي تقوم بتشغيله الشركة المصرية للغازة الطبعية جاسكو وذلك على همش نعقد الجمعية العامة للشركة تزامناً مع اليوبيل الفضي لتأسيسها وأكد الوزير في كلمة له على أهمية دور جاسكو في أتعامل مع الموقف بحرفية سواء على المستويين المحلية أو الإقليمية خاصة وأن الغازة الطبعية أصبح الآن حديثاً عالم ومصدر مهم من مصادر التقاة الدولية أكدت وزيرة التجارة بالصناع نيفينجا مع أن القيادة السياسية والحكومة يونيان اهتماماً كبيراً بتواجد المزيد من الإثثمارات الألمانية في السوق المصرية للاستفادة من الخبرة الصناعية والتكنولوجية الألمانية في تطوير الصناعة وخلال لقاء عقدته مع الوفد التجاري والإثثماري الألماني الذي يزور مصر حالياً لفتت الوزيرة إلى أن هناك فرص إثثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الألمانية للإثثمار في السوق المصرية وبصفة خاصة في مجالة الصناعة الهندسية وصناعة السيارات لا سيما السيارة الكهربائية استقبل المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهئة العامة للإثثمار والمناطق الحرة وفداً من كبرى الشركات الألمانية لبحث فرص زيادة الإثثمارات الألمانية إلى مصر وقال عبدالوهاب أن قصص برنامج الإصلاح الاقتصادي بشقيه التشريعي والتنفيذي قد نجح في جذب عدد كبير من الشركة الألمانية وأضف عبدالوهاب أن العام المالي الماضي شهد تأسيس حوالي 70 شركة بثثمارات ألمانية كما زادت تطفقات الإثثمار الأجنبي المباشر من ألمانيا بنسبة 12% استقبلت مدينة الجلود بروبيكي وفداً حكومياً برئاسة سفير إيطاليا بالقاهرة لاستعرض آخر تطورات العمل بالمدينة وإمكانية الاستفادة من الخبرات الإيطالية الكبيرة في مجال صناعة الجلود ونقلها للصناعة الوطنية خلال الزيارة تم استعرض مرحل إنشاء المشروع والتطورات الحالية بالمدينة كما تم الإشارة إلى الإمكانات والمقاومات الكبيرة للمشروع الذي يشمل وحدات ضباغة الجلود ووحدات الغراء ومنطقة المائة مصنع من جانبه أكد سفير إيطاليا بالقاهرة استعداد الحكومة الإيطالية لتقديم كافة أوجه الدعم لمدينة الجلود بروبيكي بصفة خاصة وقطع إنتاج الجلود في مصر بصفة عامة نهاية جولتنا الاقتصادية عضا مرة أخرى إلى وميما تماما منصور إليكم شكرا جزيلا لك آية وبأخبار الاقتصاد مشاهدين كرام تنتهي نشط أخبار السادسة والآن إلى العنوين تنفيذا لتوجهات الرئيس سيسي حزمة مالية للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور بداية من إبريل القادم مدبولي يعلن العمل على ضمان توفر السلع لتحقيق انضباط السوق ويحدد سعر بيع الخبز الحر روسيا تحتاج على تصريحات لرئيس الأمريكي ضد بوتين وتقول إن العلاقات مع واشنطن وصلت لحافة القطيعة فتم نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري شكرا لكم وفي أمان الله اشتركوا في القناة